موسيقى موسيقى الله معكم أخوتي أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج حكاية قديس وطبعا حكاية قديس عبتشاهدوه أخوتي بكل أنحاء العالم عبر نور الشرق نور الشرق اللي هي المحطة اللي بلشت هيك عبتوحد الكنيس كلها يوم بيكون لسريين يوم للموارنة يوم للروم يوم للأرمن يوم للأشوريين كل الطوايف جمعتهم اليوم نور الشرق حتى ننطلق للعالم ونقول أنه الكنيسة هي وحدة وحدة موحدة تحت اسم ربنا يسوع المسيح كلنا واحد باسم ربنا يسوع المسيح وكل واحد له الخاصة طبعيته نحن اليوم من نور الشرق منحييكم جميعا وما كنتو عابتشوفونا هاي الإزاعة اللي عملت خصيصا حتى تعرفوا كل شي عن كنيستكن كل يوم بيكون في دور لكنيسة وبتقدروا تعرفوا عن كنيستكن وعن كنيسة الآخر عبر نور الشرق اليوم حكاية قديس مع قديس جديد وحبت اليوم أنه بلش هيك بنور الشرق لأنه قديسنا الحبيب اللي رح نحكي عنه هو كان حابب أنه يوحد الكنيسة كان حابب أنه كل العالم تشوف شو عم بيصير جواد الكنيسة والكنيسة تشوف شو عم بيصير بالعالم مع البداية سلام رب يسوع معكن بدي صلي اليوم عن نيت كل واحد منكن ومنصلي بشفاعة قديسنا اللي رح نحكي عنه قديسنا معروف جدا ولقب بالقديس المحبوب البابا الحبيب البابا الجيد اليوم عم نحكي عن البابا يوحنى الثلاثة وعشرين وإذا خلال الحلقة أنا غلبطت هيك وقلت يوحنى بولوس الثاني فعذروني يوحنى بولوس الثاني كان يحبه كتير ليوحنى الثلاثة وعشرين وحتى اتاخد اسمه من اسم يوحنى ويوحنى بولوس لانه كمان خلفه بولوس يعني كان يوحنى الثلاثة وعشرين من بعده اجا بولوس السادس من بعده اجا بابا اختار يوحنى بولوس تكريما الى الباباوين اللي كانوا قابله من بعده كمان لما اجا يوحنى بولوس الثاني اختار اسم يوحنى بولوس الثاني تيكمل الولاية لانه كانت كتير اصيرة يوحنى بولوس الاول رسالته وحبريته وكمان كانت تكريما لبولوس ويوحنى اللي كانوا قبل الامر كتير جيد الامر كتير رائع خاصة مع البابا الجميل البابا ذو القلب الطيب جدا یوحنى الثلاثة وعشرين، هو البابا رئم 261 بالكنيسة 261 رئم البابا يوحنى الثلاثة وعشرين هو البابا اللي مكان ابدا متوقع انه يصير بابا هو البابا اللي بقول كانت دهشتو اكتر من العالم وخاصة انه كان قاطع بالتران زهابه وايا بحتى يرجع على مركز مطرنيته تحت يرجع على مركز خدمته فدهش وقال له انتكت بعد معي أنا على اساس قاطع روحه ورجعه أبدا مكان لا هدفه أنه يستلم مركز وهو كان يكره المناصب مكان متواضع ولا عارف أنه رح يصير بابا على كل حال الاسم اللي كان مطروح كمان بوقته هو اسم اللي رجع استلم وصار بولوس السادس اللي رجع استلم من بعده كمان كان مطروح اسمه بجلسات الانتخاب على كل حال انتخابه كان لسبب كتير مهم أنه اعتبروا أنه الكراد لوقته رح يصير في إذا بدكم تضاروا بالقراء ناس بدون هيدا البابا ناس بدون هيدا فاعتبروا إذا بينقوا وهيدا أبدا مش رح نتخبه ورا هيدا القصة اللي صارت ونعتبروا أنه هو كبير في السن يعني أنجلو اللي كان هو على أب أنجلو اسمه قبل ما يصير بابا أنه هو بابا كبير في السن بركة منجيبه هيك حلة مشكل يعني ومنشوف شو منقرر أنه اليوم بيقعد على الكرسي روما ومنشوف شو منقرر بعدين لأنه أكيد رح تكون مدة حكمه قليلة نظرا إلى عمره الكبير عمره كبير حبريته بابويته كانت قصيرة فعلا ضمن تقريبا الخمس سنوات صحيح كانت قصيرة وخمس سنين إنما كان العمل كتير كبير وعمل أمور رائعة عمل أمور ما كان ممكن حدا يتصوره بوقت ما كان هو بابا أهمة نعم أهمة دعوته وافتتاحه لمجمع الفاتيكاني الثاني يعني نحنا عم نشوف اليوم أنه صحيح كانت حبريته أصيلة بس شوفه شو عمل حتى رسيله في رسيل مننا كانت كتير مهمة وعطت للعالم نور جديد خاصة أنه البعض كان يسميه بابا الفلاحين وبابا العمال وخاصة بالبلاد الشيوعية وهلأ بنا نشوف شو سببت له مشكل أنه الشيوعيين بيحبوك شوف شو بدك تعمل يعني أنه الناس كانت بأوروبا وبأمريكا بتكره الشيوعيين وبتعدهم الشيطان الأكبر الشيطان اللي بحارب الكنيسة أنت يا بابا بلشت الشيوعية تحبك والظاهر أنك بتحبهم أنت لأنك عبتقعد معهم فكان جوابه عطول أن الشيوعية أو الاشتراكية أو الديمقراطيين أو الأحرار أو مين مكان أنا يا أخوتي بحب كل أولاده هل كلهم أولادة لاش ابنك الشرير ما بتجرب ترده وبتحبه فإذا كان أنا أولادة اللي قاعدين بالروسية هني عم نعدهم أشرار أو شيوعيين فأنا إذا بيحبوني وبحبهم بكون عب كسبهم للكنيسة مش هجيبهم تحت ناقش اليوم نحنا إذا بدي أعمل شيوعي أو لا عب يجيوا اللي عندي أن ينفتحوا على روما وكتير حلو أن روما تنفتح عليهم وهيدا الأمر سبب له كتير مشاكل كتير مشاكل قوية لدرجة صار فيه مؤامرات وصار فيه ألعيب من قلب الفاتيكان وهيدا حقيقة وهيدا أمور تاريخية موجودة فعلا إنما كان على طول يحارب كل شر يجي أو كل مؤامرة تجي ضده بكلمة المجد لله وربنا يسوع المسيح اللي جابني لهون أنا مجد لحالي ومش أنا اللي عملت بابا بقوتي وبقراتي أنا أضعف الكل أنا أضعف الكل وأقل الكل ربنا يسوع هو اللي اختارني بس طالما اختارني تحت تصير نائب عنه طالما اختارني تحت تصير بابا لروما الحقيقة لازم تنقال والناس اللي برات روما لازم يعرفوا كل شي هيدا كان أول جبهة بخوضة بدلا ما يكون أول جبهة بخوضة مع الشيوعيين ومع الملحدين صدقوا كان أول جبهة بخوضة هي من قلب الكنيسة جوا الناس المتزمتين المنغلقين اللي ما بدون أبدا يسوع المسيح يروح لغيرهم بدون يجوا ويرسموا على إياسهم قال لهم البابا يوحنا الثاتة وعشرين يسوع منو على إياسنا يسوع بقلب كل واحد مننا بس يسوع للعالم كله يسوع للأرتودوكس يسوع للأنجليكانيين يسوع للإنجليين يسوع للشيوعيين اللي من ندعيه أن يرجعوا على الكنيسة هذا يسوع مش منسكن على حالنا كانوا هن باعتبارهم أنه اللي بده يسوع اللي بيكون مؤمن بيجي لعنه اللي عنده رسالة بيجي لعنه يأخدوا شو اللي عنده رسالة بيجي لعنه يسوع ما قعدوا حط إجرع أجر قال يجوا لعند البقيين يسوع راح وتعشى عند الفرسي تعشى عند العشار يسوع فات لعندهم جاب جاب الضرائب اللي كانت العالم تعدوا جربان ما يحكوا معه حكي مع الكل يا جماعة فهموا من يسوع لما بتكون تقامنوا بيسوع فهموا من يسوع أنا بستغرب اليوم كاردينال اللي ما بيقدر يعرف منه يسوع ويحارب البابا الرائع البابا اللي هلأ شايفين صورته اللي بنطلب شفاعته وبركته هيدا 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 البابا اللي أنا بفتخره وبنبسطه بكون سعيد قلو يا بيه هيدا بيه المسيحيين أنا كتير بكون فرحان لما قلو يا بيه ليوحنى 23 بتجي بتحكي انت انه عمي طب اذا ما كان احنا من هنتمثل بيسوع من ايه من هنتمثل لما راح قعد مع جاب الضرائب لما قعد مع زكا لما قعد مع مريم المجدلية ايه حكيوا علي يسوع حكيوا على يسوع وبزقوا عليه وحامل الصليب وهيك حكيوا كمان على نائب طبع الارض على يوحنى 23 ومتل ما فيه تلميز عند يسوع خانه كمان فيه ناس كانوا معه وكانوا قراب لأله وخانوه بعضوا يسوع لحديد هلأ عم تحصل خيانة ولحديد هلأ عم نخون يسوع بكل خطيب نعمله وبكل حاجز منحطه قدام اي حدا بدي يخدم يسوع او بدي يفوت على الكنيسة منبطل نفوت على الكنيسة اذا فاتع علي الفقير منبطل نفوت اذا فيه واحد تيابه مخزقة هلأ الحمد الله يمكن اكبر رسالة يسوع بيعطيها لالكن انه عبتشرو الجنزات مخزقة حق الواحد مئة دولار تتحسوا مع الفقير بس انتم مش شعرين انتم مفاكرين انه هاي دمودة كتير حلوة هلأ هيدا العار اللي عبتشوفو اليوم انه عبتشوفو اليوم انه عبتلبسوا تياب مخزقة الناس ما عندها تياب تلبسه تشوفو من قبل اجدادكن تياب اللي كانت مرقع والمخزقة ما كان حدا يعتبرون اليوم عبتلبسوا مبسوطين بالتياب اللي عبتلبسوا هيدا تياب الفقرة اللي انتم عبتدفعه حق اكتير غالي قدام ناس عبينخزق بانطلونة وما ما عبتجيب عارفتو يعني اذا هلأ بيرجع واحد من مئة سنة بيقوم من قبل وبشوفكن بيسير يلعى تحت نجيب لكم تياب تلبسوا انتم اللي بسين تياب مخزقة بتفكركم مع التريمة معكم تلبسوا بتشوفوا هالعالم اللي بسين برنطلين مخزقة شو لوان راحين شو قصتكم يحنى بقولوا ستانة اجد حتى يدعي هاك ناس على الكنيسة اجد حتى يدعي الناس اللي ضالة عن الطريق وينزل ويحكيها كان في الناس بالكنيسة ما بتحب انه هاللناس يفوتوا على الكنيسة خلينا اليوم نعرف اكتر عن يحنى الثلاثة وعشرين اللي للحقيقة كل ما تعرف عنه اكتر كل ما تعشق هيدا الانسان وتحبه من محبة يسوع اللي كان هو عبشاع يسوع بكل خطوة عبيخطية عبيخطي خطوة يسوع يحنى الثلاثة وعشرين هو باب الكنيسة الكاتوليكي الرقم المتين ووحدة وستين استلم بثمانة وعشرين اكتوبر سنة الف وتسعمية وثمانة وخمسين ثمانة وعشرين وعشرين اول لحد تلاتة حزيران الف وتسعمية وثلاثة وستين باكسر ولاية بابوية بالكرن العشرين بعد يحنى بولوس الاول اللي كان ولايته ما قطعت الشهرين غير انها كانت حافلة لسيما بعد دعوته لانعقاد المجمع الفاتيكاني التاني ولهلا كانت عابقل عنه عابقلوا ولية اصيري دعا لأهم مجمع بالكنيسة بالقرن العشرين لأهم مجمع بتعرفوا ليش هلا بنقول ليش كان اهم مجمع ويعتبر ويعتبر من البابوات الاكثر شعبية بالتاريخ المعاصر ليش اكثر بابا شعبي لانه كان ينزل يمشي حد الفلاح وكان ينزل يحكي مع الفقير وكان ينزل يمشي بالشارع لدرجة انه سموه جوني ووكر نعم اه بتكون تقوله على اسم اليوسك اه جوني وكر الجوني اللي لازه يسير كان يضيعوه يلاقيوه ماشي يروح يزور المستشفيات يزور السجون هلا بنحكي كتير امور رائعة عن زيارته للمستشفيات للسجون هيدا البابا اللي عن جد عن جد بيستاهل لقب البابا الطيب البابا ذو القلب الطيب بابا اعظم شخصية كانت بالتاريخ المعاصر للكنيسة ولد باسم انجيلو رونوكالي عام 1881 بايطاليا وفات على الكهنوت باكرا جدا بكان عمره 11 سنة 11 سنة راح على الكليت اللي هو تبلش يدرس طبعا مع دراساته الاخرى ببلش يتعلم تيسير كاهن عين اسكوف زائرة رسوليا فباترياركا للبندقية هاي دي اكتر شي بتحب يحبوها العشاء هاي دي منطقة البندقية بايطاليا كان هو الباتريارك عليها وصدقوني صار العشاء يحبوها اكتر صار يروحها القليل يصلوا للبندقية باترياركا عام 1953 خلفا خلف البابا بيوس الثاني عشر برئاسة الكنيسة الكاتولوكية بيوس الثاني عشر لانه قاعد كتير فعدوا الكراد لانه خلينا نجيب واحد تكون مدته اصغر او اقصر بركة منقدر هيك نرجع نشوف من يدو يستلم الكنيسة مشان ما نختلف مع بعضنا شوفوا تفكيرهم البشري بس تفكير البشري كان يسوع بيفكر بطريقة تانية كتب خلال حبريته عدد من الرسائل والدستير العامة وعمل الى تغيير تبهو وانفتاح الكنيسة الكاتولوكية على العالم اللي كانت مغلقة بوقتها بشكل كتير كبير غير انه لم يعيش ليرى ختام اعمال المجمع الذي دعا اليه بل توفي بعد الدورة الاولى منه مباشرة ليكمل خليفته بولوس السادس سائر الدورة ترجع كملة كلها وبولوس السادس بدحكته الحلوة لما يوحنى 23 قرر يعمل مجمع الفاتيكان التاني كان بولوس السادس عاي بيقول فتحت على نفسك عش دبابير لانه بيعرف شو كان في جوات الفاتيكان انما مقاومة الدبابير كانت من اختصاص ربنا يسوع المسيح اللي نصره على الكل ونصره على الكل بمحبته وبقلبه الطيب اللي بعض اركرات اللي هولي وكان صديقه امتيا واحد منن اللي اجا بس لقيده وهو عبي موت وقال له سمحني وخليني اعترف قال له ما في لزوم انك تعترف انت دايما لك محل بقلبه هو عبي موت عبي اقول للانسان اللي اسأله كل عمره واللي كان صديقه واللي طعنه بالظهر عدة مرات وبعدة امور منها امور اللي اللقاءات اللي احنا مع الشيوعين اللي كانت تصير كان يصوره بتقريل صحفية ويبعثه ان شوه بلش البابا يتقرب من الشيوعيين وصار يشوه لصورته هيدا صديقه الكادان المتيا اللي رجع على فراش الموت عبي اقول له سمحني واللي خبع عنه رسالة ما عطيها من صديقه اولى اللي كمان كان معنه حرم ان يفوت على الكنيسة لأفكاره المتحررة واللي نصروا فيها بعدين لرفيقه اولى بالمجمع الفاتيكان التاني عبيتقرب كان من الانجليين يا دلي هالعار اللي عبيتقرب عليه قال له اذا تقرب يتقرب من الناس كله من فتح يسوع للكلب فكان ماتيا يخفي الرسيل ووقات ما يرد علي وقال له سمحني انا ما عطيتك الرسالة تبعيته شو كان جواب يوحنا 23 عفر عشر موت كان قال له يا ماتيا انا مش بس بسام حك انت كان لك وعطول وراح يضل لك محل عطول بقلبي انت رفيق الصبا بس تخلص من النتيق من انانيتك من ردك على الشيطان مش اذا لبسنا يا اخوتي لبس الكهنوتي منكون كاهنين صالحين لسم عطول نشوف هل انا كاهن صالح عطول هيدا السؤال لازم يسألك الكاهن لحاله وما تعملوا مثل معامل ماتيا ما تعملوا مثل معامل ماتيا وروح يشوفوا مين وكيف عبين خان كل وقت وكل حين ما بيعجبهم مش هياك نحن اول ما انتخبوا البابا فرانسيس قلنا خايفين عليه متخاف عليه من الداخل اكتر من الخارج الخارج الاعداء معروفين بالداخل الاعداء مش معروفين انما منتابع اعلن طبويا هي المرحلة الطبوية اللي بتسبق الاداسة طبعا المسيحيين بيعرفوا هيدا الامر سنة الالفان طبوي على ايد مين على ايد حبيب الشعب اللبناني يحنى بولوس التاني اعلنوا طبويا شوفوا سبحان الله برأي يسوع واثنيناتهم اعلنوا قدسين سوا بذات اليوم شوفتوا روعة يسوع التفكيره اللي بفوق التفكير البشري محطات سريعة بحياة يوحنى الثلاثة وعشرين انتخب بثمانة وعشرين اكتوبر سنة الثمانة وخمسين بابا نهاية العهد كانت بثلاثة حزيران سنة الثلاثة وتسعين المدة كانت اربع سنين ميتان وثمانة عشر يوم قبله قلنا كان بيوس الثاني عشر وكان يحبه كتير وهو اللي جابه خليه حده عطول وكان سكرتير لقاله وهو اللي عينوا على البندقية وهو اللي بعثوا على فرنسا وعا رومانيا وعا تركيا وعلى اليونان بالحرب كان يوسق فيه كتير انه هو رجل الله اللي بيقدر يحل بهاي المحلات الصعبة اللي هلا بقلكن ليش صعبة اذا السلف كان بيوس الثاني عشر الخلف كان بولوس السادس اللي كمان يا اخوتي مرأ بلبنان بالطيارة منزل بس مرأ ارتح بالمطار وخبرية لكل اللبنانية كمان يحنى تلاتة وعشرين اجا وكان زائر رسول كان عاب يمرأ على لبنان واجا انجلو على لبنان ارتاح وارتاح عنا بدر السريان بحريسة ارتاح بدر عون قعد تقريبا نهار كامل ورجع فل ولما قال له البترك تابوني السرياني قال له رح نحضر لك قوضة قال له ما فيل زوم لقوضة الكنابية بتقديه قعد على الكنابية وعمل هيك لدرجة خبرني احد المطار عندنا بالطيفي قال لي لما فدت على كان بعدنا التلميذ اكلريكي وفدت على السالون تنحدر لبال ما يجي موفد الباباوي لعنا بلاقي موفد الباباوي عامل هيك وتاكي شو باقي قال له لأ خلص انا هيك برتاح هيدا التواضع ما قابل ابدا بجنحل فتحوله يقال له بداعود ساعتين مش محرزي يعني باعد معكم انا بشوفكم بداعما اطلع قضية نوم جرت كلنا من الطعز من يوحنا 23 اللي كمان بركل ندرعون وطلع على حريصة وفات على لبنان اذا هو زار لبنان بولوس السادة زار كمان مرأ بمطار لبنان يوحنا بولوس التاني حبيب الشعب اللبناني وايضا زار لبنان كمان البابا السابق صرح اسمه عن بالي اذا بولوس السادس هو اللي كان من بعده وبيوس ايضا الساني عشر كان قبله سيامته كانت بعشرة اه سنت الف وتسعمية واربعة وبنديكتوس السادس عشر هو اللي كمان زار لبنان من فترة قريبة بنيديكتوس كمان حبيب الشعب اللبناني سيامته الكهنطية كانت سنت الف وتسعمية وخمسة وعشرين بتسعة عشر ادار اصبح كاردنالا باثنعش شباط سنت الف وتسعمية وثلاثة وخمسين اذا اللي عطاء الرديو اللي كان يحبه هو بيوس الساني العشر عند الولادة اسمه انجلو قلنا اسمه انجلو الوفاة كانت سنته تلاتة وستين بثلاثة حزيران المثوى الاخير كتدرائية القديس بطرس بالفاتي بدألكم شغلة عن طفولته لانجلو اللي هو يوحنى تلاتة وعشرين طفولته من لما كان صغير كان عمره خمسة سنين وست سنين كان يجي عمه يفيقوا الصباح تحت يروحوا على الدس الصباحي هن من عائلة فلاحة فلاحين عندهم بقر وكل اللي بيعرف شوية عن الفلاحين او اللي بيعرف بيت ستوا بيت جدوا اللي ما كان عنده البقرة او الخال عندهم بيعرف انه بدنيوعه كتير بكير يعني تلاتة واربعة صباح تحت يقوموا يحلبوا البقرة يتروقوا يشربوا الحليب يروحوا على الزراعة ما كانت ابدا يروحوا عليهم اخرى فبتكون تروحوا انتوا تتحلبوا البقرة بتكونوا كتير بكير ايمين وقبل ما تروحوا تزرعوا وتحلبوا البقرة وتشربوا الحليب بتكون تكونوا رحتوا عملتوا الاداس يعني تصوروا انتوا انه الاداس عبيكون الساعة اربعة او خمسة فجرا تخيلوا ولد عمره ست سنين عبيقوم من النوم بالبرد تحت يروح يقدس وشوفوا شو كان يقولوا هيدا موجودة بمذكراته البابا يوحنا 23 موجودة بمذكراته الصغير كان يجو عمه يدق الباب يقوم البي تقل له الام مش بعد بكير حرم عليك بعضه طفل صغير حتى تاخده معك فكان انجلو هو اللي يتطلع بامه وقال لاما يسوع نطرنا عمه ما تخلينا نتأخر هلأ منرجع نتروق يسوع نطرنا ما بدنا نتأخر عليه وولد راكد على الكنيسة عمه ما بيقدر يركض مثل ما هو راكد يعني عمه كبير فيتطلع فيه كن عمه شوية بعيد عنه يقل له عم يلا تأخرنا على يسوع يسوع نطرنا يوصل على الكنيسة يكون بعضه الخورة عب يفتح باب الكنيسة بعد ما صار الوقت يوصل قبل كان عطول تحيته للخورة هي المجد لله يردع للخورة دائما لله حي هو يسوع عطول هيدا كانت تحيته من هو وصغير ويفوت ويقدس الشماس الصغير يقدس الشماس الصغير راح نشوف هون هلأ بده يروح على يدرس اللهوت قبل ما نشوف ذهابه لأكلية اللهوت خلوا نرتاح مع ترتيلة ومنرجع من نكمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عطول موسيقى موسيقى حبنا لله ذخر ورجع حبنا لله نحن في الأرض مصابح السماء حبت الحنت طيئ ما تتعش أحرقنا نملأ الدنيا ضيار حذنا لله ذكر ورجاء نحن في الأرض مصطبيح السماء حبة الحبطة إنما تبتعش أحرقنا نملأ الدنيا ضيار أحرق الأجسام وانشر النهيب تخفف الأعلام فوقها الصميق أحرق الأجسام وانشر النهيب تخفف الأعلام فوقها الصميق أيها الظلام عباد الحجر نحن ملك الله لا ملك البشر أيها الظلام عباد الحجر نحن ملك الله لا ملك البشر كلما أحرقتم منا واحداً حبة الريح عليه فالفشر حبنا لله ذكر ورجاء نحن في الأرض مصابح السماء حبة الحبطة إنما تبتعش أحرقنا نملأ الدنيا ضيار حبنا لله ذكر ورجاء نحن في الأرض مصابح السماء حبة الحبطة إنما تبتعش أحرقنا نملأ الدنيا ضيار أحرقنا نملأ الدنيا ضيار نعم أخوتي هيدا كلمات أيضاً بتحمسنا بتخلينا نتشجع اليوم للإيمان ما حدا بيقدر يقتلنا لأنه نحن منعيش حياة أبدية بتقتله الجسد إنما الروحية بترجع لربنا يسوع المسيح إيماننا أقوى بكتير من كل رصاصاتهم من كل اختياراتهم من كل حربهم وهكي كان يقول يوحنى الثلاثة وعشرين ما في شي بخوفنا لأنه نحن أبناء ربنا يسوع المسيح اللي غلب الموت إذن قرر إنه يعمل كاهن وكان كتير صغير عمه شجعه جداً بيو قال له لازم تكون مزارع مثلنا وعلى فكرة كان عنده 12 خي يعني هنه 13 واحد بالبيت وهو كان الأول بين الزكور وهو الثالث لبيو يعني الثالث ولد وهو كان الأول بين الصبيان إنما أنجلو الولد الرائع اللي على طول كان يقول أبانا والسلام شو ما كان عاب يعمل وكان يصلي ألمس بحال كان يقول لبيو أنا حابة بروح بيو زعل وما كان حاب أنه يوديه فتبرع عمه وقال له أنه أنا بوديه وهو كمان عمه وقال له كتير فضل أنه يكون بالكهنوت أنجلو لأنه هو كان ياخده على الكنيسة ويجيبه عطول فقال له مرة بيو لأنجلو قال له مش عبدلعه كتير قال له بالعكس عبدله على الحياة الحقيقية اللي لازم يعيشها مع ربنا يسوع المسيح قال له لك ياخده أنت أنا ما قلي قلب شوفه عاب لوح وضع عمه على الباب وبرم دهره بدو يمشي بس كانت صرخة بيو لقلو وعيطله رجع حضنه وتمشه هو وياه بس لما وصلوا على مفرق الضيعة المنطقة اللي فيها المدرسة قال له شوفي أنجلو الرب رح يرافقك لأنه أنت ابن الرب والعذرة رح تحميك بس من هلأ بدك تعتمد على حالك شفت هيدي التلة وراها في المدرسة والمنطقة اللي هني ناطرينك وعمك رح يكون ناطرينيك بس لازم تعرف تقطع هيدي التلة لحالك وباسه وعبطه وباركه وبلش يصلي الأبانة ومشي ووصل على المدرسة كانت لمحة عن حياته هيدي رائعة يمكن مندمع لما نشوفها أو نسمع عنها أنا ما ترافق بالروح القدس كان عمره 11 سنة وراح بمحبة أهله القوية لقلو وشوفه لما صارت لميز وفات على الدار ما كان أبدا يروح نهاية أسبوع أو ويك أند متل ما نسميه ما كان أبدا يروح أسبوع ما يجي نهار الأحد ويصلي مع عائلته ويأكل معهن وياخد بركة أمه وبيه ويرجع يروح على الدار ممتلئ من هالمحبة هايدي كان كتير يحبه ويرجع يروح يساعدهن يرجع يروح يصلي مع الناس هو صغير لدرجة في طفلي كان جارتهم قالت له بيه كتير مريض فجاب له الإنجيل وكان عمره 12 سنة وهي كان عمره 10 سنين أعطاها وقال له أنا صليت لبيك لأنه ما قالكم غيره فقرة في اللحين وقال له أنت كمان صلي وجاب له قطعتين خبز صغيرة قال له بتاكله أنت وبيك لأنه بعرف أنه ما عندكم أكل وكل ما أجل هون رح يصلي ورح يصلي لك لبيك تاني يوم هو راجع الصبح بده يستلم بده يرجع على مدرسته على الدار بتعيت له البنت الصغيرة بتقل له بيه قام اليوم على الشغل وصح مجده قال له وراء حيدي كانت بداية تقريبا البركات اللي عبدتم عن إداه هو وحتى طفل صاحبية للبنت وعد وقام على شغله إذن دخل على الكهنوت وهو وطالب ما كان يطلع على الأول إنما كتير كان يدرس منيح كان يناقش بالليهوت منيح وكان يحفظ ومن رفقاته قلنا الأقرب لقاله كان نيكولا وكان ماتيا اللي هن أقرب لقاله إنما كانوا نقيضين وهو بيقول أنه أنا كنت الوسط بيناتهم الحل الوسط بيناتهم كان ماتيا غني كتير وعمه كاردنال وشوفوا بهذاك الوقت العمه الكاردنال يعني مالك الساحة عمه كان كاردنال بيه عنده أسر بينما بيه لديسنا الحبيب بيه لأنجلو يحنا 23 كان فلاح عنده بقرتين يمكن وقعدين أجاره عنده الحقلة ومتوسط قدام ما كان يكون في اللحين بيملك بقرتين وحمار وحصان كانوا مناح إنما منرجع للنقولى للفتاة الفقير جدا اللي طالع من معاناة شعبية اللي طالع من محل ما معاهم يلبسوا أو يأكلوا كان كتير معاناة وكان عطول يكون بالنص بيناتهم وكان متى يبدو أنه ما كتير يحبوا للنقولى كان يحبوا ليوحنا 23 وهيدي كمان كانت تشكل منافسة على محبة أنجلو الفتاة اللي كان كتير محب للي حوله بس القضية اللي صارت أخوتي هون والعجيبة اللي صارت واللي قليل مننا بيعرفها هني وطالعين من الكنيسة كان عطول يقعوا الضرير وشحاد على باب الكنيسة وهيدي الأعجيبة صارت أنا بستغرب لاش ما بالكنيس بيحكوا عنا كتير أو مانا معروفة عن يوحنا 23 الشحاد اللي قاعد الدم بالكنيسة كان أعمى وهني وطالعين طلع ماتية عبي طلع عن أولى طلع حدا رابع منهم عبي برش يطلع على الرهبان طبعا كان أنجلو يوحنا 23 كان تقريبا يختم يعني يسك الباب هو وطالع الكنيسة يصلي صلى من بعد الأداة صغيرة وطالع فكان تلقائيا رفقاته يسبقوه وهنو عبي يسبقوه كان أوقات هيك يحكوا مع هيدا الشحاد ويتحسن عليه حدا بساندوش حدا بمصاري طبعا متية عطول كان يعطيه مصاري لأنه الأغنى البقية ممكن حدا كان يحكيه كلمتان حلوة أو شيء إنما بهيدا اليوم اللي طالعين فيه كانوا من جواه واللي هو تقريبا كان السنة ما قبل أنه ينرسم يعني ألف إذا بدكم ألف تعمية وثلاثة بهيدا اليوم طالعين من الكنيسة فبيقلهم الشحاد الأعمى تخيلوا أعمى مش إيش عشي قدامه عبيقلهم وينو اللي لابس أبيض فتدحكوا أنو شو شربان على الصبح إنت وينو اللي لابس أبيض قالوا له ما حدا مننا لابس أبيض إنت أوكي أعمى بس كمان إنو بتكذبنا ما في حدا قالوا بلا في واحد لابس أبيض قالوا هيطوا هيدا عبيخرف يعني أعمى شحاد وعبيخرف صار هلأ قالوا أنا مني عبخرف أنا أجاني شيء إحساس من جوا كأنه نبوه عبقول في واحد فيكم لابس أبيض قالوا نحنا كلنا هون تلميز كهنوت ومنلبس أسود بطلعت أنجلو من الكنيسة قالوا هيدا لابس أبيض فقالوا له شفت أنت إحسانك علي للزلمة وكان عطول يقعد معه يجيب له أكل أو إذا توفر معه صراحة مصاري ولو شيء لي كان يعطيه فقالوا له إحسانك لأله ولأنه حبك عملك بابا يعني شوف محبة الواحد للتاني أنه يعملك مطران يعني يعملك مونسونيور دغري عملته بابا بس لأنه بتحبه قالوا مش لأني بحبه هيدا الزلمة بشوفه أنا لابس أبيض عطول ليش ما بعرفه أنا ما بشوف بس بس يمرقوا من قدامي بيكون مغمض هيك و بس يمرقوا من قدامه بشوف أبيض عبيقلهم هلأ هن ضحكوا أخدوها بمزح فلما شان قالوا لأانجلو ماشين قالوا له ما يقوم بدك تغير رهبان في رهبانات تلبس أبيض قالوا لأ قالوا له لأ كان بابا أنه سيد حكوا أنه قالوا ما معقول سير بابا على الأقل بالنسبة لوضعي يعني وطبعا كان عبيحكي مظبوط وقتات توجهت بالكنيسة كان انتخاب البابا بيأخذ كتير من الاعتبارات ما منا نفوت فيها إنما كمل رسالته وقال لهم أنه أنا بدي يصير خادم بقريدي فمتي يدغري بيقول له رسامتك بعد أسبوعين كان وقتها بلش يصير رسامك الكحنطية وأنا حكيت مع عمي وراح عرفه على عمه وعلى فكرة ما كان ياخده نقول له معه على الأصر ما بعرف لاش عمه حكي وبدو يعينه كان بمركز كتير منيح بقلب روما بكنيسة جيدة فما قبل أنجل أنه يتعين بضيعته هون رفيقه زعل إنه ما بدك تكون قريب مني أنا عمي وعدني أنه يعيني بالفاتيقون ما بدك تكون قريب مني قال له بمحبة ومتل ما قال له قبل ما يموت أنت أقلك جزء بقلبي بس أنا بدروح أرجع عند أمي وأخوتي اللي هني مش بس أمي وأخوتي اللي على الهوية اللي هني أهل القرية اللي أنا وعدهم أنه نروح لعندهم ما عندهم حدا حتى الخور اللي عنا كبروا ساختيا بدون مين يعاونوا بس هناك ما عندهم حدا مش هيجيهم خوري شاب كان يعينوا للضيع الأباء اللي بدا تبلش بتعرف أخوتي تصير يمكن بسن التقاعد بيحطوها شوي بالقرى ما بيحطوا شباب الشاب عادة النشيد بيروح لمدينة فأرر أنه يروح يرجع لعند الضيعة الفقيرة اللي ما عندهم حدا غيره وهيك فعلا راح يحنى الثلاثة وعشرين وبلش يخدم بقريته أضربات للعمال ما في معاشات عب تنزل نزل على راس المظاهرة وكيف لكان هو البابا اللي راح يكون نصير الفلاحين وصل لعند أصحاب العمل وقال لهم مش رح يرجعوا عالشغل هولي إذا ما زلطوا لهم معاشون مش حيرجعوا وفعلا زاد معاشون وقدر نجح الأضراب بذكرنا بعدين بس صار بابا أول شي عمله أخوتي بس صار بابا ضاعف معاشات كل اللي بيشتغلوا بالفاتيكان وشوفوها هاي بالتاريخ موجودة كل اللي بيشتغل بالفاتيكان من الأول شو بدي أقلكن فلاح بيزرع بالأرض بيضير بالو على جنين جنيناتي إلى أكبر عامل بالفاتيكان كان عاب يزيد معاشوا بما فيهم الحراس ودوبل كان عاب يزيد معاشون لأنه كان المعاش كتير قليل وهو هيدا اللي شايفون إذن من بعد قلنا ما صار مساعد صار زائر رسولة على تركيا وعلى اليونان بوقت الحرب العالمية الثانية اللي كانت بيأوجه عاب يشتغل هو بتركيا بعد ما كان رأى على رومانيا وكان عطول يقول يحطوني بالبلاد الأكترية أرتوديكس وهيدا الشي يمكن اللي شجع يعمل بعدين المجمع الفاتيكان الثاني كان أقلية كاتوليكية كان يعاني شوي يطلع ويحكي مع الأرتوديكس وحببهم فيه وحببهم بالفاتيكان بالكنيسة بوقت كانت الكنيسة مش كتير على علاقة جيدة ببعضها وكمان بالحروب واتطوع بالجيش كمسعف رح صار يساعد الجرحة وعينوهم ولازم صار يساعد الجرحة ويدعيون للسلام وقال لهم إعاقدكن ما بتعيقكن أبدا أن تكونوا رسل للمسيح من بعد ما تخلصوا جيش بأيامه بتركيا أخوته باليونان بتساقل بيجي حدا اللي عنده ومين بيجي بيستنجد فيه؟ بيستنجد فيه حاخام يهودي حاخام يهودي بيستنجد فيه أنه عرفنا أنه في باخرة على البور بدي تروح على ألمانيا وهي رومانية كانت رايحها على حيفا بس غيرت وجهتها ورايحها على ألمانيا قال لهم أنجلو يوحنى 23 ليش بدي تروح على ألمانيا؟ قال لها بيقوله في بقلبها حديد قال لها شو هيعوزوا الحديد بألمانيا؟ ماشوة نشوف طلع في بقلبها 600 طفل يهود رايحين للإعدام 600 طفل يهود رايحين للإعدام ألمان ما حيردوا عليه كان هو مراقب رحكي مع السفير هناك قال له منا نقدر أنه نخلصهم قال له أنا ما بقدر أعملهم شي قال له بس ما بيصير بدنا نخلصهم قال له ما منقدر نعملهم شي أنا الحاكم هو هتلر يعني بمعه ضباط هون قال له هتلر خليها تجي هتلر السفينة على ألمانيا قال لهم اوكي راح طلب من الفتيقون بسبورات إيطالية وصلت البسبورات عبيها إنما ما قدر يعبي إلا 380 طلب لأنه كان معهم 24 ساعة وشغل معهم اللاجئين وشغل اليهود وشغل الكاتوليك تيخلص الأطفال بيروح على بيت المسؤول بالليل وبيقدم للمرته صباط قالت له شو هيدا قال له هيدا صباط لولد صغير على الباخرة ما بظن راح يعوزوا رايح بكرة يحترق قال له السفير احترم حالك مرته ستعمل لها عقدة نفسية قال له أنا عاب بحكي الحقيقة هيدا الصباط لواحد ولد ما راح يعوزوا بكرة راح يحرقون نازيين وانت قاعد عم تتعشى مع مرتك قال له ما فيه أعمل لك شي قال له أنا معي بسبورات لقلهم واقف بس الباخرة نقدر ننزل على القليل ننقذهم ما منقدر ننقذ الكل طب لايك أنا بعطيك فكرة حضرة السفير هيدا الورقة 360 طفل أو 380 طفل شوف انت مين بدك تنق من 800 انت ومرتك والباقيين بعطهم للحريق أنا بدك تحطيلي عضميري من بدو يروح على الحريق ومن لا بيروح على البور وبروح السفير معه على البور وبينجزوا كل الأولاد بحجة انه مفروض تنفحص هيدا لأنه قالوا لنا أنه فيها سل قالوا لنا أنه فيها مرض مفروض كل الأولاد ينفحصوا بنزلوهم بنعملهم بسبورات إيطالية وبينجزوا الأولاد وهيدا كانت كمان أعجوبة كتير كبيرة ليوحنا 23 وعشرين أنقل ستمية طفل يهودي ورجع صار بابا بعد ما انتخبوه لنا عساس أنه ما يعيش كتير كان أول شي بيعملوا ببلش يمشي وأول مشي عمله عمله على مستشفى الأطفال رجع عمله على مستشفى الأمراض السرطنية وصار يسموه لنا جوني ووكر جوني لازي أسير حبيب الشعب والبابا راح على السجن وهيدا الحكاية بدي أختم فيها بزيارته لسجن روما لما رأى السجن كل المساجين وقفين عبيشوفوا البابا اللي جاي لعندهم ممكن يكون عبيشوفوه بمسخرة شو جاي تعمل هون يعني أنه جاي بس إعلاميا لأ لما فات لعندهم قال لهم يوحنا 23 أنتم ما فيكن تجوا لعندي مشان هيك أنا جيت لعندكم أنا كمان بعد هيدا لحبس بيت الله لأنه في ناس موجودين فيه في بشر موجودين فيه وكل واحد فيكن هو خيلة يسوع هون كمان بيت الله وعمل الداس وقال لهم أنتم رح تضلوا جزء بقلبي واللي بقدر ساعدكم فيه بساعدكم فيه قولوا لأخوتكم وأهليكم أنتم مش منسيين أنتم بشر أنتم بشر وأنتم بقلب البابا بقلب الفاتيقان لهلأ بعده سجن روميا عفوا نحن نحن نحكي عن سجن لهلأ بعده سجن روما شوف روميا وروميا نفس الاسم لهلأ بعده سجن روما محطوط عليه هون زار يوحنا 23 وكاتبين أنتم ما بتقدروا تجوا لعندي جيت أنا لعندكم يسوع هو اللي بيروح هو اللي بيبرم مش بيقعد وهيك قال للكرادلي وهيك علمهم انت حتى يروحوا مع لهم مشكلة الكرادلي كانوا راديين على اللي عملوا واليوم طالعوا عم نحكي عن الأمر هيدا طلعوا زوروا سجن روميا جماعة في لبنان عار على البشرية عار علينا كلبنانيين منقول نحن مخترعين الحرف عار على بلد القدسين يكون في حبس متر روميا مش تهيين اللقم بقلبه ما عندهم مي يشربوا ومي يرمل اللي ما معهوا حق أنينة مي بيموتوا من العطش أو بيموتوا من المرض إذا شربوا من المي عب بصرخ إن شاء الله المسؤولين يسمعوا بشك إنه حدا عبي يحضرنا لأنه مسؤولينا ما بيحضروا التلميارو ما بيحضروا لنور الشرق ملهيين بغير شغلات عبي يحضروا غير أقنية يا عيب الشوم لك عار على كل مسؤولين بلبنان يكون في سجن روميا بقلبه ناس ميتين من الجوع وعايشين متل حيونات وأقل عار علينا كمسيحيين أنا عبطلع على سجن روميا يا عيب الشوم أيا يا عيب الشوم عار علينا كل إنسان ما بيهتم بالمساجين اللي فوق هو شيطان أخرص ما بيحكي عنهم صرخت اليوم يا رب يسمعوا ما تكون شيطان يا مسؤول كون إنسان عنده رحمة المسجون ما بتمفك عنه صفة الإنسانية هو مسجون لحكم بس هو إنسان وأنا عب بيحكي اليوم بقوة ربنا يسوع المسيح هو قوة القديس اللي شايفينه يحنى 23 لو بدي يكون آخر شي عب بعمله بدي أحكي عن سجن روميا لأنه عار وقوة وشفاعة جاي من هالقديس اليوم من يحنى 23 اللي رأى على الحبس وقال له أنتو بشر عار علينا يكون في سجن متل سجن روميا أو حتى سجن إبه يا عيب الشوم عار على بلد لبنان نقل الحرف وبلد الإدسين من العار علينا وعلى كل إنسان وعلى كل الرجل دي ما بيهتم بسجن روميا طلعت لفوق أنا لو كمش تهيين اللقم يا جماعة ممنوع فوطلهم معي صندوش ممنوع فوطلهم قطعة جاتوب بخافهم مفوطلهم شي يا عيب الشوم ما عبي يشربوا ما عبي يأكلوا اللي ما عقنينة ماء مش عبي يشرب عبقول لك الأخوة اللي عبي يشوفونا هاي دي حقيقة سجن روميا عار على جبين لبنان اليوم يكون في سجن روميا نعم عار علينا عار علينا يا عيب الشوم شو يا عيب الشوم أعمال شيطانية عب تصير فوق وينية وين الدولة لش في دولة ما بتهتم بسجن روميا طالما سجن روم بيقى هيك يعني ما في دولة يعني ما في حكومة يعني ما في رئاسة يعني ما في شي أنا ما رح أعترف إنه صرنا بوطن مثل الخلق إذا سجن روميا بيضل بلبنان يحنى 23 مش خايف من شي من العار علينا يبقى. اذا ولد 1881 مات سنة 1963 هو البابا المتان ووحدة وستين البابا الجميل بابا السلام اللي عمل رسالة اسمه السلام في الارض سنة 63 قبل ما يموت هو الاسس لمجمع الفاتيكان التاني والسلام في الارض رسالته بتحكي عن حقوق الانسان وحقوق المسجنين وانه العمال ما عبي اخدوا معاشاتهم منيح وانه ما في معاشات عبتكون منيح وعن رجال اه الدولة البابا الطيب القلب البابا يحنى 23 اليوم شفاعته بتكون معنا خلونا نصلي يا صلاة الختام يا رب يسوع منشرك على محبتك لألنا منصلي لكم نوضع ايديك اليوم منوضع رحمتك وايدك اليوم معنا بشفاعة يحنى 23 تبارك سجن روميا وتبارك لبناء وتبارك كل العالم المعزب يا رب سوريا العراق وكل عالم معزب بشفاعة يحنى 23 سلام الربيس ومعكم الى اللقاء اشتركوا في القناة